السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخيروا بسحة جيدا نرحب بكم كامل في قناة يومية الفراشة البلدية اليوم جبت لكم تختلات بذوق الليمون خاصة لعشاق الحمضيات وعشاق الليمون الوصفة سهلة و ناجحة و كريمة الليمون بزاف بنينة قليلة الحموضة و تشد لكم اكبر مدة في الثلاجة قبل ما تخسر قبل ذلك اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة من فضلكم اشتركوا في القناة و فعلوا زر الجرس و ما تنساوش ديروا جامل الفيديو و خلوا لي تعليقات تاكم اذا نبدو على بركة الله بسم الله المقادير تعلاجينا عدنا سفر بيضة و حبة بيضة كاملة زج كيسان فرينا حسب الحاجة عندي نصف كاس ميزينة كاس معمر مليح سكر ارتب شوية من خميرة الحلوة لفاني و عندي رشة ملح و عندي ميتين غرام زبدة تنقص من ميتين و خمسين غرام زوج ملاعق فقط بالنسبة للي ما عندهمش الميزة الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة لا تكونش في الثلاجة انا نستعمل الزبدة لابال تعجبني بل بزاك و فيها ماذاق مميز نزيدوا رشة ملح معه لفاني نزيدوا كاس سكر ارتب لا تكونش في الزبدة لديهم سكر كلاسي لا تكونش في الزبدة نحرك مليح مليح الزبدة مع السكر لتجانس المكونة كاملة نزيدوا صفر بيضاء و حبة بيضاء كاملة تستعملوا حباة بيضاء نزيدوا حبة بيضاء حوالي نصف ملعقة صغيرة لديهم عجينة نحرك مليح بأطراف الأصابع حتى نزيدوا بكامل السكر مع الميزينة تجانس كامل المكونات تستعمل الباطئ حصلت على كريمة الآن لدي زوش كيسان فارينة يعني عبرت كامل بكاس الأبيض نزيدوا رشة خميرة الحلوة حوالي نصف ملعقة صغيرة لديهم عجينة بأطراف الأصابع لا تعجنوا شباه لا تربي لكم بأطراف الأصابع لا تبكي بإضافة نزيدوا فارينة غير بكمية صغيرة نزيدوا كيسان سوى سوى ونزيدوا كاس الثالث كامل حتى ثلاث كيسان ونصف ملعقة لحسب نوعية الفارينة لديهم العجينة نحصلت على عجينة كما تعصب لي جاءت بيضة بالبزاف لا تعجنوهاش نموها غير شوية نغطيها في كيس بلاستيكي و لاسيل وفان ونخليها تريح حوالي 25 دقيقة في ذاك الوقت نوجد الكريمة التاعي نبدأ بالكريمة الأولى كريمة الباتيسري نقوم بعمل هذه المرحلة نقوم بعمل هذه الكريمة لأسحاب المشاريع لدي كاس حليب و كاس ما نصف كاس سكر و نصف كاس ميزينة نحرك كل شيء بارد في بارد و نضيفها فوق النار مع التحريك المستمر على النار قليلا و نضيفها حتى نقوم بعمل هذه المرحلة و نضيفها ملاعق زبدة 50 غرام 200 غرام و نضيفها في كاسرونة و نضيفها ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق سكر وتضيفها و نضيفها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تضيف زبدة بمليحة في نفس الوقت نضيف زوج حبات البيض نضيف زوج حبات البيض نضيف زوج حبات البيض نصف كاس ليمون كل مثل الحموضة أو تشبه حصل لجيب triangle نضيف خلاص سفر الجنين نضيف خلي swamp البيض خليط الزبدا و السكر افرق كاساس نحرك حتى يتجنس مع بعض النار ونحرك حتى نحص الكريمة تتعقد قليلا كما رأيكم نحرك هذه المرحلة ضرورية ونقوم بفوق النار كما رأيكم نحرك الكريمة تتعقد قليلا كما رأيكم نحرك الكريمة اللولانية الحليب والميزينة والسكر كما رأيكم تتعقد قليلا نفرغ الخليط الليمون والبيض ونحركوا ونحركوا وإذا شفتوها عقدة وإذا شفتوها قليلا رجعوها فوق النار وحركوا حتى تتحصلوا على كريمة ومشي عقدة ومشي سايلة كلمة نأخذها كما رأيكم نحرك سبدا لأخطر كل شيء نحرك مليح حتى نحرك كما قلت لكم إذا شفتوها ونحرك بزء مليح نحرك رجعوها فوق النار احبذ الكريمة تتعوبة باللون الطبيعي ويحبها صفرة يضيف اللون الأصفر او عطر الليمون باللون الأصفر نحرك نحرك و نجعل الكريمة نغطيها بسيلوفان و تبرد ملح نجعل الكريمة نغطيها بسيلوفان و تبرد ملح نجعل السيلوفان يلسق مع الكريمة و نجعلها أعلى جهة نبدأ نخدمه لتخطولات العجينة نجعل الكريمة نغطيها بسيلوفان و نفتح العجينة نجعل السيلوفان و نفتح العجينة نفتح العجينة مقرد الشرقية نفتح العجينة نضيف الملح نضيف الدوائر نضيف العجينة و نضيف الكريمة نفتح العجينة نضغط على الزواعض لتضغط على الأطراف لن تضغط على الأطراف لا تركطوها بزا 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 لن تركوها بشينة ونصبع بسهولة تحلو الزواعض والذين لا تتخاف ايضا و يدخل ورق زبدة و يدخل مستقبل ايضا و ندخل ورق زبدة و يدخل و احبه نضغط القاعدة نضغط القاعدة نضغط القاعدة نشرح بالتفصيل المرميل العجينة نضغط القاعدة طيب الطيب يضيفون الاختيار طيب الطيب طيب الطيب وانا تنفخه يدخل يضيفون الاختيار من اي مجال يضبطون ويجعلون هبط يجعلون المعبس كريمة الليمون كريمة الليمون كريمة الليمون كريمة الليمون كريمة الليمون كريمة لبدو المعلومات نحتاج كريمة كريمة هذا الاختياري كريمة الليمون كريمة الليمون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ام در اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من فضلكم ونفضلكم اشتركوا في القناة ونقوم بكم هكذا كان دعم ومساعدة منكم اللي هي ان شاء الله وربي يحفظكم ما تخرجوش من الفيديو قبل ما تديروش جامل الفيديو من فضلكم وخلوا تعليق باش نبقى على تواصل ونهدي لكم هذي الورود الجميلة الطبيعية ونقول لكم تلافير وحديكم وإلى الملتقى إن شاء الله سلام وبسحتكم